إذن نرحبكم من جديد في هذه الجلسة والعالم من حولنا كما ذكرنا رولا يبدو أن البنوك المركزية وإجراءات رفع الفائدة من عدمه هي التي تهيمن على الأجواء بشكل كبير بالتأكيد وكيف ستبدو عليه شكل الفجوة في اختلاف السياسات النقدية نتابع ذلك والمزيد مع ضيفنا في ستوديو البرنامج السيد أحمد عزام وهو محلل أول أسواق المال في مجموعة إكوتي أهلا بك أحمد نهر الله شكرا لإصداثنا خلينا نتحدث عن الأسبوع المزدحم باجتماعات البنوك المركزية لربما ستكون الاختلافات هي بالبيانات الاقتصادية التي على أساسها ستتخذ البنوك قرارها إما بالتجديد النقدي وإما بالتثبيت واللافت للانتباه هو الأنظار حول اتجاه البنك الياباني لأنه الكل متوقع أنه يعكس الاتجاه الآن نعم أمر لك ما تفضلتي على ما أعتقد هو الهدوء الذي يسبق العاصف في هذه الفترة بنك اليابان تحديدا هو البنك الذي يسلط عليه الأضواء خاصة مع السياسات النقدية التسهيلية في الفترة الأخيرة قد يكون هناك بعض التغييرات في الفترة الأخيرة خاصة مع انخفاض سعر اليان هناك بعض التوقعات بأن يكون هناك بعض التغييرات بنك اليابان هو قليل الكلام بعض الأوقات يتحدث ثم يتجه لكن في الفترات الأخيرة لا يتحدث ثم ينفذ كما رحصنا في الفترة الماضية كان تغيير منحن عوائد السندات واحد من الأدوات التي استخدمها بنك اليابان على ما أعتقد قد تكون سياسة جيدة بالنسبة لبنك اليابان في الفترة القادمة تعديل منحن العوائد رولا في الفترة القادمة قد يكون اتجاه بالنسبة لبنك مع أرقام التضخم التي قد تسجل ارتفاعات في الفترة القادمة فبالتالي رفع أسعار الفائدة لبنك اليابان تغيير وتحويل السياسة من تسهيلية إلى تجديدية في الفترة القادمة ممكن أن يكون توجه في الفترة القادمة بالنسبة لبنك اليابان لكن الاجتماع القادم قد يحل تغييرات خفيفة تغييرات بسيطة بالنسبة لتعديل السياسة النقدية لكن مع مرور الفترة القادمة مع بداية العام على ما أعتقد قد يكون تحول جذري بالنسبة للتغيير السياسة النقدية خاصة رولا التاريخ قد يعيد نفسه دائما بنك اليابان يتحرك ويغير ويرفع أسعار الفائدة عندما ينهي الفدرال الأمريكي الدورة تجديد السياسة النقدية هذا حصلت في مرتين متتاليات في الفترة الماضية فعلا ما أعتقد بنك اليابان عند نهاية دور تجديد السياسة النقدية الفدرالي قد يتجه لرفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة نعم أول حاجة أحمد عزام أنحب الرحيم بك في الاستوديو شكرا نحن نلتقي من رأي ستار شكرا شكرا الله يزال أوقاتك وعجبتني أن بنك اليابان لا يتكلم كثيرا هم الياباني نفسه ما يتكلمون كثيرا ولا يصفون كثيرا على كل خلينا نمشى على اتجاهات الورقة الخضراء في ظل هذه المحطيات الدولار وتحركاته الآن نشهد ثمت ارتفاعات استباقية لقرار الفائدة نعم طيب جولة من التدولات الإيجابية بالنسبة للدولار الأمريكي في الفترة الماضية على ما أعتقد طيب قد يكون السؤال المهم ليس عملية رفع الفائدة القادمة بالنسبة للفدرال الأمريكي لكن كم سيبقي في فدرال الأمريكي الفائدة المرتفعة على ما أعتقد الإجماع بات واضح بالنسبة للبنوك المركزية هو أن أسعار الفوائد المرتفعة ستكون لفترة زمنية أطول مكان تتوقع الأسواق وعلى ما أعتقد التضخم والذي يسجل ارتفاعات والذي قد يسجل المزيد من الارتفاعات مع أسعار النفط في الفترة القادمة على ما أعتقد البقاء على سياسة تجديدية هو الأداء الوحيدة المتواجدة البنوك الأخرى على ما أعتقد الطيب لديها بعض الأدوات الأخرى مثل السندات قد نتحدث عنها بعد قليل على بنك إنجلترا لكن الفدرال الأمريكي رفع سعر فائدة على الطاولة اجتماعه في الفترة اليوم الأربعاء قد يكون أهم من عملية رفع الأسعار الفائدة أو السكيب كما أسماه جيران باول التخطي قد يكون الأهم أدت بلوت التصويت الأعضاء 19 عضو سوف يصوتون قد يكشفون الستارة عن إمكانية هل سوف نرى عملية رفع أسعار فائدة إلى متى هو الترمينال ريت سعر الفائدة النهائي في الاجتماع الماضي كانت 5.5% هو التصويت كانوا متوقعين أن أرقام التضخم تسجل ارتفاعات بالرغم من أني أخاف من تصويتات الأعضاء توقعات الفدرال الأمريكي لأنها غالبا تكون هناك بعض التضليل بعض الأخطاء بالنسبة للتوقعات لكن عملية رفع سعر فائدة في شهر نوفمبر قد تكون مرتبطة بعض الشيء الطيب لو استمرت أرقام التضخم في الارتفاعات وهذا ما أعتقد قد يحصل واستمرار بتجدي السياسة النقدية أو استمرار بسعر الفائدة النهائي مرتفع على ما أعتقد هو السياسة قد تكون الحكيمة بالنسبة للفدرال الأمريكي في الفترة القادمة على ما أعتقد الطيب نحن في انتظار مؤشر أسعار المستهلكين في المنطقة الأوروبية وقرار صدور القراءة في أي لحظة لكن خليني أتجه الآن معك أيضا أحمد للحديث عن موضوع مهم أنت ذكرت طبعا بأنه بنك إنجلترا الموضوع ليس بس أسعار فائدة برنامج شراء السندات أيضا شو المخفي في الموضوع نعم رولا عندما ننظر إلى البنك إنجلترا عمليتين رفع أسعار فائدة قد تكون هي المتبقية بالنسبة لبنك إنجلترا هو أول واحد بدأ نعم خاصة رولا لما نجي نطلع أسعار الفوائد لا تزال مرتفعة وكأن أسعار الفوائد المرتفعة لم تؤثر كثيرا على أرقام التضخم أرقام التضخم لا تزال عند الذروة بالنسبة لبنك إنجلترا برنامج شراء السندات إنجلترا قد يتم تغييره في بداية شهر أكتوبر التصويت 90 مليار جنيه سترليني أو 80 مليار جنيه سترليني في الفترة الماضية هي المبيعات بالنسبة للسندات الإنجليزية على ما أعتقد قد يكون هناك بعض الإشارات لرفع العمليات المبيع إلى 90 أو 100 مليار جنيه سترليني في السنة القادمة الجديد بالذكر هنا رولا بمبرنانكي رئيس الفدرالي الأمريكي الماضي هو أصبح المشرف على توقعات بنك إنجلترا في الفترة الحالية وبمبرنانكي هو متعارف عليه أنه ميوله كبيرة جدا إلى أسواق السندات فعلى ما أعتقد قد يكون هنا دافع بالنسبة لبنك إنجلترا إلى زيادة البرنامج زيادة عمليات البيع إلى 100 مليار جنيه سترليني مما قد يعطي الأسواق بأن لا تزال فكرة التشدد بالسياسة النقدية متواجدة على طاولة بنك إنجلترا على ما أعتقد عمليتين رفع أسعار فائدة مع زيادة برنامج أو زيادة عمليات مبيعات السندات هو التوجه لبنك إنجلترا خاصة الركود التضخمي قد يضرب الاتحاد الأوروبي قد يضرب منظومة منطقة أوروبا ثم منطقة البريطانيا خاصة مع النمو المنحدر في الفترة الماضية مع أرقام تضخم مرتفعة فعلى ما أعتقد قد تكون هو الفترة القادمة والركود التضخم هي الوجهة القادمة هذا النمو المنحدر هو ما دفع بحزب العمال أن يلمح بأنه من الممكن أن يعود في اتفاقات تجارة مع بريطانيا قطع ريشي سراك الطريق أمام هذه المحاولات وذكرنا بريطانيا ماضية قدما واحدة منفردة النفط أحمد عزام بمستويات جيدة نتحدث عن 95 دولار أو اخترب من ملامسة هذه المستويات إلى أي ماذا هو مؤهل للبقاء نعم طيب مسألة النفط هي مسألة بحثة عند العرض والطلب على ما أعتقد قد يكون سياسات البنك المركزية بعيدة كل البعد عن توجهات أو تحركات النفط في الفترة الأخيرة سياسة العرض والطلب كانت مستهدف قوي جدا من منظمة أوبيك كنت قد ذكرت سابقا أنا طيب بحواري معك على النفط أن منظمة أوبيك ليس مستهدفها فقط الأسعار بل هي المستهدف الاستقرار استعري استقرار العرض والطلب مما قد يعطي الدافع الأكبر لارتفاع الأسعار لما نرى عمليات استقرار واضحة بالنسبة للأسعار تدفع عمليات إيجابية فولتاليتي دائما لما يكون في عندي توجهات في سايدويز لأي برودكت معين لأي منتج معين بالتداول قد يعطي بعض الاندفاعات والاتجاهات السعودية على ما أعتقد طيب مستويات حالية ومستويات المقاومة بالنسبة للبرينت واضحة كبيرة جدا قوية جدا لكن الاستمرار الإيجابي قد يكون مع توجهات الصين مع الأرقام الإيجابية في الفترة القادمة قد يعطي بعض الدافع الإيجابي بالنسبة للتحركات النفط على ما أعتقد طيب نحن نتمنى أنه يبقى أكثر لك سبك عمال سافي أحمد أشكرك واشكم علينا نحن نعلم أن إكوتي موجودة في أكثر مكان لكن أنت يقترب أكثر شكرا أحمد عزام وأنت موحل الأول أسواق المال في مجموعة إكوتي شكرا لكم